خلال اليومين الماضيين كان اسم الجزائر يتصدر العناوين في الصحف العالمية ووسائل الإعلام المرئية الخبر غير عادي هو اكتشاف تاريخي وصفة بأنه سيجبر العلماء على إعادة النظر في نظرية أن شرق إفريقيا هي مهد الحياة البشرية في هذه الصورة عين من عشرات من الأدوات المسقولة والأحجار وعظام الحيوانات التي اكتشفها فريق البحث المتكون من خبراء آثار جزائريين وعدد من الباحثين الأوروبيين الفريق تمكن من العثور على عدد من الهياك العظمية لتماسيح وفيلة ودينصورات وزرافات وحيوانات برية لم تعرف من قبل إلا في إفريقيا الاستوائية النتيجة الكبرى لهذه الأبحاث الأثرية التي دامت لسنوات أن الإنسان وجد في هذه المنطقة منذ ما لا يقل عن مليونين وأربعمائة ألف سنة هذا يطرح الاحتمال الجديد بأن أول وجود للإنسان كان في شمال إفريقيا أولا أو ربما انتقل منها إلى شرق إفريقيا بما يخص الاكتشاف هذه هي الأحجار المسقولة من طرف أو من قبل الإنسان ما قبل التاريخ وجدت في كينيا وهي أساس نظرية شرق إفريقيا المهد الأول للبشرية قبل مليون وثمانمائة ألف سنة بينما هذه واحدة من الأحجار المكتشفة الجديدة بالجزائر وتم سقلها للتقطيع وأثبت العلماء أن عمرها لا يقل عن مليونين وأربعمائة ألف سنة لكن الجزائر لم يعرف عنها آثار من هذا النوع للإنسان القديم إلا في الجنوب في منطقة الصحراء الكبرى وجد العلماء حينها منذ فترة طويلة مثل هذه النقوش على الصخور وفي الكهوف لإنسان ما قبل التاريخ والحيوانات برية مثل الزرافات والحيوانات الوحشية ما يدل على أن الصحراء الكبرى لم تكن كذلك في القديم ولكن هذه المرة جاء الاكتشاف في منطقة أخرى في أقصى الشمال نتحدث هنا بالقرب من ولاية سطيف على بعد مئة كلمتر فقط من سواحل البحر الأبيض المتوسط في منطقة العلمة وهي بالأساس منطقة معروفة بأنها مليئة بالآثار الرومانية والبيزنطية القديمة والإسلامية فيما بعد تفاعل طبعا على مواقع التواصل على تويتر جزائريون شعروا بالفرحة وهذا كان واضحا عبر مختلف المنصات إلا أن الخبر له فيه نوع من الإيجابية في وقت عمت فيه الأخبار السلبية نقرأ مثلا أمين سايب يقول نحن أصل عالم خلاص هذا ممتع يكتب آخر دعونا نقرأ ماذا يكتب بوعكاز معتز نصيحتي لمعهد الآثار ووزارة الثقافة إعلان عن اتفاقيات وشراكات علمية مع البعثات العلمية الأمريكية والألمانية والبريطانية والفولندية والإسبانية من أجل تطوير المجال الأثري جمال المعافى يكتب في هذه التغريدة دعونا نغير الصفحة تاريخنا يعود إلى مليونين وربعمائة ألف سنة الجزائر مهد البشرية هذا الاكتشاف العلمي يضحط كل الروايات والأكاذيب ومحمد عبد الحق يكتب تحليل الخبر ده سيدخل الواعي البشري في متاهة وسيوضح أن مرحلة اللعب على المكشوف للإعلان عن أصول الإنسان داخل في مرحلة حرجة ستتاز معه كل الثوابت المتعارف عليها طبعا دعونا نمر مرة أخرى على صورة الفريط من الخبراء الجزائريين ومن أسبانيا وأستراليا وفرنسا بعد تكريبهم من طرف وزارة الثقافة الجزائرية على البحوث التي قاموا بها ونشرت في مجلة ساينس البرموقة المتخصصة في البحث العلمي البروفيسور محمد سحنوني الذي قاد هذه البحوث تحدث عنها النتائج العلمية للتاريخ البشري القديم وهذا ما قاله البحث هذا الشمولية تخص تاريخ الإنسانية جمعا ما هو شغل تاريخ الجزائر فقط لكن تاريخ أصل الإنسان والحضارة الإنسانية وبداية التاريخية ما اكتشفناه في عين بوشريت عبارة عن موقع آخر أو مهد للإنسانية آخر بالإضافة إلى ما هو موجود في أفريقيا الشرقية اشتركوا في القناة